شهدت اليوم قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والميزانية التوقيع على اتفاقتي تعاون بين الحكومة الشادية والفرنسية لإدعم قطاع الصحة العامة واستصلاق قنوات تصريف المياه بمدينة انجامينة وقع من جانب الشادي وزير المالية والميزانية ومن جانب الفرنسي أمينة دولة المكلفة بالتنوية والفرنكوفونية كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد صعدت فليب لاكوست وعمدت بلدية مدينة انجامينة مريم جمع إبيت محمد حسن عدم في إطار الشراكة القائمة بين البلاد وجمهورية فرنسا ومتابعة لأنشطة الوكالة الفرنسية للتنميع جاءت هذه المناسبة الخاصة بالتوقيع على اتفاقيتين تعاون بين وزير المالية والميزانية كريستيان جورج دي جنباي ومن الدولة الفرنسي المكلف بالتنمية والفرنكوفونية جام ماري ليغان والذي أكد بأن الاتفاقية الأولى تقدر بحوالي 5 مليون يورو وتهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الصحة العامة كما أداف بأن الاتفاقية الثانية والتي تقدر بـ 15 مليون يورو تهدف إلى استصلاح ونظافة قنوات تصريف المياه بمدينة انجامينة وزير المالية والميزانية كريستيان جورج دي جنباي من ناحيته أشار بأن هذه البادرة توافق مع السياسة التي ودعتها الحكومة بهدف دفع عجلة التنمية والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الرفاهية للسكان عمدت بلدية انجامينة مريم جمع بيت عثنت هي الآخر على جهود الوكالة الفرنسية للتنمية ووقوفها بجانب الحكومة لتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تنمية المدن الحضرية بالبلاد لا سيما مدينة انجامينة للتذكير فإن القيمة المالية لحاتين الاتفاقيتين قدرت بحوالي 14 مليار فرنك سيفا ويتم تنفيذها على مراحل